الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة العالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلة آمين يا رب العالمين الإسناد المتصل للإمام القاضي عياد ابن موسى اليحصب رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين قال في ما زلنا في القسم الأول وفي باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أسمائه تعالى لأنه في موضوع ما كرم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى من أسمائه تعالى ومن أسماء الله سبحانه وتعالى ومعناه القادر الله سبحانه وتعالى ومن ثم مكين أيضا فرمي اتبع المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مكين كما قال لنا سيدنا يوسف في الأرض كأنه في الأرض يضعه تمكين على الأرض وهذا هو قوة على الأرض مثل أمبر لكن الله سبحانه وتعالى سيدنا 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 جبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبرد في الحديث أيضا اسمه صلى الله عليه وسلم بالصادق المسدوق ومن أسمائه تعالى الصادق في الحديث المأثور يعني الصادق يعني الله حق حق يعني صادق صادق المصدوق يقولنا الصادق المسدوق يعني صادق المصدوق المساعدة لفكرة أولاً المساعدة عندما يرغب كل جيدة من كل من المتنون لأنه رسالة حتى أخبرتُ أنه قال بعد ذلك نحن لا نبليك نحن نؤمن أنك صحيح ولكننا لا نعلم ذلك حتى أبو جاهل قال الصادق المصدوق ومن أسماءه تعالى الولي والمولى ومعناهما الناصر ومعناهما الناصر والمولى هو المسلم والمولى ومن أسفل ولية والمولى ومعناهما الناصر سنعرف وكما أنك تتوقف أن تتوقفك والمولى والمولى ولاذا ندفع وقد قال الله تعالى إنما واليكم الله ورسولا وقال عليه الصلاة والسلام أنا ولي كل مؤمن وقال الله تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني the Prophet صلى الله عليه وسلم is more deserving of the believers than their own selves يعني their own families or their own lives يعني نفس is here life but also the close family well the Prophet صلى الله عليه وسلم is our closest family before our family even and here ولي أولى meaning close very close because ولي الشيء يعني كان يعني قرب هذا الشيء يعني very near to the thing see so and موالات also the literal meaning of موالات is something very close coming very close after something so أولى is near physically near also physically morally spiritually materially also in all of those respects so this is what it means that Prophet صلى الله عليه وسلم is the wali of every believer and Prophet صلى الله عليه وسلم is also closest to the believers than any other awliya of the believers in their lives يعني family tribe relatives وقال عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي المولاه and this is a famous big very important حديث where he is saying that after me then my cousin will carry everyone's debt so if you if you love the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم then you must love Sayyidina Ali and that means also that love of Ahl al-Bayt this is very important حديث of love of Ahl al-Bayt يعني we cannot say that we love Rasulullah صلى الله عليه وسلم if we don't love his Ahl al-Bayt because look even we say يعني بِسَاتُ السُلْطَان أو قِتَّةُ السُلْطَان even we have respect because this belongs to the Sultan so the cat of the Sultan the the rug of the Sultan we we have respect for that so what about the relatives you see so relatives of the Holy Prophet their love is love of the Prophet صلى الله عليه وسلم love of Sayyidina Ali love of Prophet love of Sayyidina Fatima love of Prophet صلى الله عليه وسلم love of Hassan and Hussein same وَمِنْ أَسْمَاهِ تَعْلَىٰ أَلْعَفُو وَمَعْنَاهُ الصَّفُوح so of the names of Allah subhanahu wa ta'ala the forgiver and its meaning is the one who disregards faults disregards mistakes he ignores the mistakes he lets he lets them pass so صفوح meaning to look the other way وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ تَعَلَىٰ بِهَذَا نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم في القرآن وَفِي التَّوْلَىٰ وَأَمَرَهُ بِالْعَفُو so Allah subhanahu wa ta'ala described the Prophet صلى الله عليه وسلم as being عَفُو as disregarding the mistakes of the Ummah the Prophet does not like to look at the mistakes of the Ummah he likes he loves to look at the good things of the Ummah so he says he said تُعْرَدُ أَعْمَالُكُمْ عَلَيَّ فَمَا كَانَ مِنْهَا صَالِحٌ فَحَمِدْتُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَمَنْ كَانَ سِوَ ذَلِكُ فَاسْتَغْفَرْتُ اللَّهُ لَكُمْ so this is a famous hadith of the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم حَيَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَمَمَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدَّثُونَ وَيُحَدَّثُ لَكُمْ وَتُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ so this is a famous hadith in Musnad al-Bazzar where he is afu it shows in his even in Barzakh that he is afu he is asking for making istighfar for ma'si wa thalik فَقَالَ تَعَلَى خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ الله سبحانه وتعَالى said to him خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ يعني take the path of forgiveness accept excuses because they make excuses they say عُذْرَ يَا رَسُولَ اللَّهُ so accept and and practice معروف and عُرْف this meaning what everyone loves to be treated that way it's the golden rule it's the golden rule as you like to be treated you must treat others so Prophet ﷺ is the first example in that وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ and then order them to practice that معروف so we have to do it because he is commanding us and he is like that وَقَالَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَحْ forgive them and disregard their mistakes forgive them and let it pass وَصْفَحْ وَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ خُذِ الْعَفْوِ قَالَ أَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ so look at that the thulm which is the big يعني shirk is is called thulm the biggest thulm is shirk so thulm is not an easy thing well even from thulm against you and he is innocent Rasulullah ﷺ and thulm against him he must give forgiveness and excuses so this is for us to practice more than for the prophets and all so وَقَالَ فِي التَّورَاه وَالْإِنجِيلِ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ فِي صِفَتْهِ لَيْسَ بِفَضِّ وَلَا ظَلِيدٍ وَلَكِنْ يَعْفُ وَيَصْفَحْ so the same attributes here in other than the quran he is neither rude nor rough but he forgives and he let's pass let's mistakes pass ومن أسمائه تعالى الهادي وهو بمعنى توفيق الله لمن أراد من عباده وبمعنى الدلالة أو الدلالة والدعاء الهادي يعني الدلالة دلالة على الطريق السوي والصيراط المستقيم والدعاء يعني الدعاء المستجاب الله مهديني أصبحت مهديا هذا نالله جميعا so this is one of the names of Allah he is the guide the all guiding one الهادي and what is the meaning of الهادي it is the gift of توفيق يعني توفيق is what success towards guidance success towards what Allah loves for you this is توفيق and after توفيق we ask for what حفظ حفظ of توفيق so توفيق is you are brought to the guidance you are brought to success and then حفظ is you stay on that دنیا and آخرة so we ask for that توفيق and حفظ without توفيق impossible so we ask توفيق for ourselves and also for everyone that needs guidance اللهم أهديهم كما هديتنا ووفقهم كما وفقتنا للإسلام آمين so this is one of the names of Allah سبحانه وتعالى وقال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى سراط المستقيم Allah is calling to the abode of peace دار السلام ويهدي من يشاء إلى سراط المستقيم and he gives them success and guidance whoever he likes to the straight path وقيل وقيل نعم وأصل الجميع من الميل وقيل من التقديم يعني الهادي والهدى يعني الميل طيب so he says the root meaning or the literal meaning of هدى دلالة and دعاء is to incline and he said and it was also said to go forward التقديم وقيل في تفسير طاها إنه يا طاهر يا هادي so this is one of the asma of the Prophet سبحانه وتعالى then he is going to come back to الهادي as one of the names of the Prophet but first he mentions تاها and he says تاها means oh pure one طاهر and oh guiding one هادي because there is a ها in تاها يعني النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى له وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم and verily I swear that you guide or for sure you guide to the straight path the Prophet صلى الله عليه وسلم so this is an answer to people who say don't say Prophet صلى الله عليه وسلم is a هادي because only Allah is a هادي look Allah سبحانه وتعالى is saying and he's emphasizing you are for sure هادي you are for sure guiding to the Sirat Nusta but he's guiding with the permission of Allah سبحانه وتعالى if Allah gives توفيق then there is guidance if Allah does not how much Prophet صلى الله عليه وسلم wanted for his Meccan family to be guided all the people of Mecca but some were guided and some were not guided it is as Allah سبحانه وتعالى decides with the permission of Allah سبحانه وتعالى وقال فيه وداعيا إلى الله بإذنه يعني the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم is also calling so he's also داعي just as Allah is يدعو he is calling Prophet صلى الله عليه وسلم is calling وداعيا إلى سرات المستهلا وداعيا إلى الله بإذنه and calling people to Allah with his permission so he is بإذنه so the root of that Hidayah is from Allah سبحانه وتعالى فالله تعالى مختص بالمعنى الأول يعني Allah سبحانه وتعالى is specifically possessing the first meaning of of guidance قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء you do not guide you cannot guide all those whom you love but it is Allah who guides whomever he wishes so and they said that means that all of the ones that Allah that Prophet was asking for their guidance Allah will give them to him and this is why one of the Ahle al-bayt I think it was maybe Sayyid Najafah al-sadiq he said he he ar-da aya in Quran k ar-da aya li ahle al-bayt fi al-bayt ki al-bayt ar-ja ha ya ni wa la sawf yotik rabbu ka fat Allah يعني to guide in the sense of to guide to the right direction right so among the names of Allah is المؤمن the one giving assurance or amn safety والمحيمن المحيمن is the guardian قيل هما بمعنى واحد they said it is the same meaning المؤمن المحيمن يعني guarding protecting giving safety so the quran is المحيمن over all the other books meaning يعني guaranteeing the truth the quran is the guarantee whatever is the quran says yes then it is yes in the other books if no then no فمعنى المؤمن في حقه تعالى المصدق وعده عباده the one who is confirming the truth of his promise to his servants والمصدق قوله الحق and confirming the truth of what he says and confirming to all his believing servants and his messengers and confirming the truth of them the one who is declaring the oneness of himself one who is declaring لا إله إلا الله وقيل المؤمن عباده في الدنيا من ظلمه والمؤمنين في الآخرة من عذابه المؤمنين في الآخرة من عذابه the one who is guaranteeing that no one of all of his slaves all human beings يعني الناس أجمعين لا يظلمون لا يظلمون فتيلا أبدا so all of them مؤمن كافر مسلم non-muslim they will never be wronged in this dunya in this world there is pure justice of Allah in this world on the part of Allah سبحانه وتعالى now and the believers in the hereafter are safe from his punishment his عذب but not the non-believers وقيل المهامن بمعنى الأمين and it was also said the trustworthy one as an explanation for مهامن مصغر منه so as if you said الأمين الأمين or مهامن in that sense يعني تصغير تصغير تركيب الأمين تمام مصغر منه فكلبت الهمزة هاء so أمين became هاء همزة الأمين so not مؤيم مهامن مهامن تمام وقد قيل إن قولهم في الدعاء آمين إنه اسم من أسماء الله تعالى it was said that آمين is one of the names of Allah سبحانه وتعالى but this is a قول ضعيف ومعناه معنى المؤمن and its meaning is the name of مؤمن يعني giving safety and answering دعاء which is the quality of Allah وقيل المهامن ممعنى الشاهد والحافظ it was also said المهامن is in the sense of the witness and the protector the guardian والنبي صلى الله عليه وسلم أمين ومهامن ومؤمن the Prophet صلى الله عليه وسلم has all of these attributes and names وقد سمه الله تعالى أمين فقال نطاع ثم أمين and Allah سبحانه وتعالى named him أمين trustworthy in سورة التكوير يعني obeyed there يعني next to the throne and trustworthy وكان عليه السلام يعرف بالأمين وشهر به قبل النبوة وبعدها and the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم was known as الأمين even before Islam before رسالة or البوة and after البوة as well and سيدنا العباس his uncle العباس بن عبد المطالب the uncle of the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم سماه العباس في شعره مهيمنا he named the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم مهيمنا in his poetry he says ثم احتوى بيتك المهيمنا يعني your house dominating the house of Quraysh dominating or the house of which is which is a branch which is a branch of Quraysh dominating من خندف يعني of Quraysh one of the names of Quraysh is خندف علياء تحت هن نتق high above and below them بنتق نعم this this was explained before right now I do not have it in mind وقيل المراد يا أيها المهيم قاله الكتابي يعني ابن قتيبة القتابي ابن قتيبة فالإمام أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة القشيرية أو القاسم القشيري big إمام of تفسير of حديث of تصوف meaning that أو مهيم نعم وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمنوا للمؤمنين أي يصدقوا يعني he believes رب صلى الله عليه وسلم believes in الله سبحانه وتعالى and he يؤمنوا للمؤمنين he believes on behalf of the believers meaning he confirms the belief of the believers يعني يصدقوا إيمانه يعني يقول أنا شاهد على إيمان رسول الله تعالى ونفعنا به آمين قال في كتاب الحج من بلوغ المرام في أدلة الأحكام in the chapter is it فرد for who is it a categorical obligation for قال عن أبي رائلة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما from one عمرة to the next all sins in between are forgiven والحج المبرور and the حج that is accepted and blessed by الله سبحانه وتعالى لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّة مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ has no recompense except paradise يعني no less than paradise الحج مبرور so when we go to حج we must ask وَيَا رَبِّ جَعَلْهُ حَجًا مَغْرُورًا and this is very important very important so we must remember that we don't we don't go to حج in order to come back and say I went to حج and this is number five or number ten or whatever because then you want your reward you want your reward from dunya we say ربي I hope you accept one even if I go 40 times it's not a guarantee right so one that Allah accepts that is the حج مبرو وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد do women have to make جهاد يا رسول الله قال نعم عليهم جهاد لا قتال فيه look at the way رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله he said yes yes there is a fard of jihad for women also but it is a jihad without fighting jihad without fighting this means that jihad has different meanings and Rasulullah صلى الله صلى الله is using the purest Arabic so therefore in Arabic jihad has different meanings this is not just jihad القتال it is many different jihads now la qital fi al-haj wal-umrah haj and umrah umrah also is in the English Oxford English dictionary and in the Webster UK English US English haj and umrah are both now in the English language so we can also say naam u-m-r-a or h in the end so this is beautiful because this is ibn hajar saying this is and we know in any case that in in musnad of imam Ahmad there is no this is a rule there is no mwad h even though it has thirty five thousand h h h h 35 000 h 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 ومسند الإمام أحمد يعني ما معناه أنه كلهم صحيح أو نفس الدلجة من الصحة أو من الحسن وأنه كلهم حسن يعني فيه من الضعيف ولكن أما موضوع لا طيب قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لأنه الوالد الصحابي أيضا قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي يعني جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدوين ديزرد ديزرد أراب أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة واجبة هي عمرة أيضا واجب يعني فرد فقال لا وأن تعتمر خير لك فهوه أحمد والتلميذي هذا هو أصل لحنفي مذهب في حنفي مذهب عمرة ليس واجب ليس واجب ليس واجب كما في الشافعي لكن إمام بن حجر عصناني يقول والراجح وقفه يعني الراجح أنه هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر بن عبد صلى الله عليه وسلم أيضاً نظام أيضاً أنه نظام حجر وعمره أيضاً نظام من سيدنا جابر ولكن مع قوة ضعية نظام حجر وعمره إمام شافعي قال أنه نظام حجر وعمره وإمام حنيفة قال أنه نظام حجر ممكن أن أمره تكون فرض عملي يعني واجب عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة يعني من استطاع إليه سبيلا ما السبيل؟ طيب ما حد السبيل؟ يعني أنه يكون قوي أنه يكون غني أقول الزاد والراحلة يكون عنده الزاد والراحلة يعني كيف نظام حجر من استطاع إليه سبيلا؟ من يكون لديه من يكون لديه من يكون لديه ما سبيل و هذا هو المهمم المتحدث المهمم المتحدث المهمم المتحدث مثل إذا كنت لديك مستخدمات وإذا كنت لديك مستخدمات يعني هورس، ميول، كامل، فالزاد والراحي يعني الإرسال إنه روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي، يكون الحديث إذا مرسل يعني أرسله التابعي مثلا مرسيل مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مجاهد من التابعين من تلميذ ابن عباس مرسيل الحسن البصري، مرسيل فلان، مرسيل فلان، ابن المسيل طيب، فهي معتبرة، لذا تثق طيب، طيب، So the مرسل حديث is also considered, well considered has its place among the proofs of the sharia قال وأخرجه التلمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف Also التلمذي narrated it from ابن عمر and there is weakness in its chain وعن ابن عباسي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالراحاء In a place not far from Madina The Prophet صلى الله عليه وسلم met a convoy or a group of riders ركبا ركبا So ركب is also the masdar but it means here a group of people that are riding فقال من القوم Who are you? يا جماعة من القوم فقالوا من أنت He said who are you? They did not know the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم He said I am the messenger of Allah فرفعت إليهم رأة صدية So after they recognized him and everything that ensued of salam and what not Then a woman said she showed him a little boy رفعت يعني رفعت حمره أو ذكره أو يعني أشارت إليه فقالت ألي هذا حج؟ يعني Does this This one He will have the reward of having done the Hajj If he goes to Hajj أليها يعني له أجل الحج له ثواب الحج له عمل الحج يعد يعني له أنه عمل به خلص يعني الفرد أداه قال نعم ولك أجر ما شاء الله يعني So that boy but we don't know how old he was لا ندري يعني إذا كان يعني بلغ أم لا لا بلغ قال نعم ولك أجر Yes he will have Yes he will have يعني له له ثواب ولك أجر أيضا لواه مسلم Why? Because it is not from his نفقة يعني هو ما أنفقة ليس من نفقة لا بأس ولك أجر أيضا لأنه أنت ساهمت وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنه أخو لا عبد الله أخو عبد الله أخو الكثام أخو الفضل هذا الفضل هو الأول يعني هو الأكبر لأنه أبوه العباس كنيته أبو الفضل كان الفضل بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني راكب وراء أو قدامه ر victory رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم meaning riding together with him on the same mount mule, horse whatever عادته أنه تزكين من أهل البيت يجعله أمانا يعني يجعل الفضل فجاءت امرأة من خث عم الفضل هو شاب كبير شاب كبير يعني ليس ولد صغير طيب هو رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني راكب معه على البغلى أو الجمل أو اللي هو فجاءت امرأة من خث عم هذا حديث الخثعمية تسأله أسئلة لذلك فجاءت امرأة من خث عم كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله في حج نحن نقوم بقية حج هناك الكثير من سؤاله في حج صح هذا أو هذا قبل هذا اذا فعلت هذا شو علي أسئلة طيب فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ينظر إليها وهي تنظر إليه لأنه في الحج يعني الوجوه مكشوفة تمام والحج سفر كمان أوضاع السفر يعني ليست سهلة أوضاع السفر الوجوه مكشوفة ثم الأسير سوى الجرس وأنتعرف فسر ألو مكشوفة بعد ذلك لكل المسلمين لذلك أبي صديقي لا يثبت على الراحلة لا يستطيع الراحلة لا يستطيع الراحلة أفا أحج عنه لذلك إذا كان أحج عنه جواب الشر لذلك هو مجزوم وإلا كان فأحج أحجوا عندكم أحجة أحجوا يمكن على الوجهين أو فأحج عنه فأحج عنه يعني كلام مستأنف مستأنف أحج عنه أحج عنه أحج عنه أحج عنه يمكنني أن أفعل ذلك؟ أحج عنه وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّبْضُ لِلْبُخَارِيَ لذلك فإنه يمكنك أن يمكنك إذا كان أحج عنه يمكنك أن تفعل ذلك يمكنك أن تفعل ذلك فأحج عنه فأحج عنه فأحج عنه فأحج عنه فأحج عنه فأحج عنها فأحج عنها فأحج عنها قال نعم حج عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أقضوا الله فالله أحق بالوفاء فالله البخاري فأحج عنه فأحج عنه in sha Allah وعمهم وعمه والله السلاة يعني عن ابن عباس كل هذه الأحاديث عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنثة فعليه أن يحج حجة أخرى هذا توضيح للذي مر في الصبي الصبي الأعرابية تمام له الحج نعم له الحج ولكن إذا كان دون الحنث فعليه الحج إذا بلغه طبع أيما صبي يذهب على الحج ثم يصل على الحج يجب على الحج حجة أخرى أخرى حجة أخرى وأيما عبد الحجة ثم أعتقى فعليه أن يحجة حجة أخرى أي سلاف أي سلاف أي سلاف أي سلاف الذي يذهب إلى الحج معه أخرى لأن السلاف أحجة لا يحجح أعجح يجب يحجح 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 ما يحجح ولكن عندما يحجح ثم يجب يجب أن يحجح حجة أخرى رواه ابن أبي الشيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه هل هو من قول ابن عباس وفتوى ابن عباس أو هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه والمحفوظ أنه موقوف المحفوظ أنه موقوف تمام تعمل هذا من قول ابن عباس وَاللَّهُ تَعْلَى أَعْلَمُ وَأَحْمُ وَصَلُّ اللَّهُ نَحْمَدُ وَعَلَى أَلِهِ وَصَحِمُهُ وَصَلَّمَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إن شاء الله سنوأ نعم شكرا 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 شكرا